المحاضرة الافتتاحية لجناب الشيخ حسين مناحي من مركز الدراسات والمراجعة العلمية في قسم الشؤون الفكرية والموسومة بالإمام الحسين عليه السلام وأسباب التأكيد على زيارته في الروايات يتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم ولا سيما على أبي الشهداء الإمام الحسين رحيله الفدى وأهل بيته الصابرين والسلام على الوجوه السمراء التي غيرتها أشعة الشمس لزيارة أبي عبد الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أيها الحضور الأكارم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فعلى مثل الإمام الحسين روحي له الفدى فليبكي الباكون ويضج الضاجون ولتذرف الدموع ولتسطر الحروف وتدون الصحف ولتزحف الألوف ولتصرف الأموال قربة وطاعة إلى الله تعالى ومحبة برسول الله صلى الله عليه وآله وتطبيقا لوصيته بصلة رحمه صلى الله عليه وآله وهذا كله قليل بحق ما قدمه سيد الشهداء روحي له الفدى لأمة جده صلى الله عليه وآله بقاء لرسالته وشريعته وما نعيشه اليوم أيها الحضور الأكارم في سعة الإسلام وانتشاره بشكل عام وكذلك تمدد المذهب الجعفري بشكل خاص ما هو إلا بفيض دمائه الزكية التي سقت شجرة الدين التي أراد بن أمية قطعها واستبدالها بالشجرة الملعونة الخبيثة إذن انتصرت الدماء على السيف وما زالت تفور على شكل راية حمراء خفاقة على ضريحه المقدس منتظرة الإمام الموعود عجل الله فرجه الشريف الآخذ بالثار ترفع هذه الراية كل عام من شهر محرم الحرام وتستبدل براية الحزن والألم كما انتصرت أيضاً أخوتي وأخواتي الأخلاق من قبل على منطق الجهل والتخلف والقوة سينتصر الإسلام مرة ثالثة ويعم الأمن والسلام ويظهر الله الإسلام الحقيقي على الدين كل بحثنا يحمل بين طياته مبحثين وخاتمة حاولنا وكذلك كما أشار سماحة العلامة السيد أحمد الصافي في الافتتاح قال علينا أن نربط الإمام بالقرآن والسنة فبينا في المبحث الأول مسألة الإمام الحسين روحي له الفدا في القرآن وكذلك الإمام الحسين روحي له الفدا في السنة وثالثاً الإمام الحسين روحي له الفدا في أخبار النبي صلى الله عليه وآله وفي الرابع أيضاً أخبار الإمام أمير المؤمنين روحي له الفدا بمقتل سيد الشهداء بينا الآيات التي كانت تربط الإمام الحسين روحي له الفدا مع أهل البيت كآية التطهير والمودة وآية المباهلة والأبرار وأغلبها وجلها كانت قد اتفق المفسرون والمحدثون أنها نزلت في أهل البيت عليهم السلام ومن ضمنهم سيد الشهداء روحي له الفدا وبالنسبة إلى السنة أيضاً التي نطق بها النبي روحي له الفدا أبرزت معالم شخصية الإمام الحسين وحددت أبعاد فضله على سائر المسلمين جئت برواية واحدة نكتفي بها من أجل الوقت روي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي عليهم السلام المقصد الثالث الذي بينا فيه النبي روحي له الفدا والأخبار التي أشار بمقتل سيد الشهداء والذي أحاط به علماً لجميع المسلمين حتى بات أمر الإمام الحسين روحي له الفدا من الأمور المتيقنة لم يخالجهم فيها أدنى شك يقول ابن عباس ما كنا نشك وأهل البيت متوافرون أن الحسين ابن علي يقتل بالطف هذا كان هو من ضمن النبي روحي له الفدا وصلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينشر مصيبة سيد الشهداء روحي له الفدا وقد بكى النبي أمر البكاء وأفجعه على ما سيحل بريحانته وكذلك الخطوب والكوارث التي تذوب منها القلوب وهكذا المقصد الرابع الذي أشار أمير المؤمنين روحي له الفدا إلى مسألة ما أشار إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فنشر مسألة مقتل الإمام الحسين روحي له الفدا بعدة مناسبات وعدة مواطن أما بالنسبة إلى المبحث الثاني الذي ركزنا عليه ألا وهو الحث الشديد على زيارة سيد الشهداء روحي له الفدا وأهم الأسباب أيضا بينا عدة أمور وجعلنا مسألة تساؤل ولكي نجيب على هذا التساؤل الذي يكون هو عبارة عن لا بد من بيان مهمة سيد الشهداء روحي له الفدا والتي قام من أجلها في يوم عاشراء وما هي الأشياء التي دعته لأن يكون في مثل هذا الموقف الذي يقل فيه الناصر والمعين وما نطقت به الروايات الشريفة عن زيارته بالحث الشديد والثواب العظيم فنبينه بشكل مقاصد قصير إن شاء الله المقصد الأول كان يبين مهمة التبليغ وكيف خرج سيد الشهداء روحي له الفدا لقبر جده صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم في دعائه اللهم إن هذا قبر نبيك وابن بنت نبيك أنا وقد حضرني من الأمر ما قد علمت اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر يقول أيضا في تتمة الدعاء وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا فتلك الدرجة كان أبي عبد الله الحسين روحي له الفدا لا ينالها إلا بالشهادة وبالفعل سيد الشهداء روحي له الفدا المقصد الثاني بينا فيه صبر سيد الشهداء على هذه المهمة بعض الأحيان بالفعل لا تقول آمنا بل قول أسلمنا الإنسان نعم يبقى مسلما ولكن يجب عليه أن يبقى صابرا على إسلامه نعم يكون مؤمنا ولكن يجب عليه أن يبقى دائما على إيمانه سيد الشهداء روحي له الفدا لآخر لحظاته بأبي هو وأمي بقي صابرا داعيا متوسلا بالله سبحانه وتعالى وهكذا عرف بأبي هو وأمي بصبره على طاعة الله وكان الانزواء في تلك الحقبة في تلك الزمن الحقبة التاريخية كان من أكبر المعاصي إذ يمكن الكفر من الشريعة ويمكن الطغاة من رقاب الناس وكان من صبره روحي له الفدا أن اقتحم ساحة المواجهة ضد رؤوس الضلال والفساد وجابها الطواغيت بجميع صورهم وقواهم وعرض نفسه المقدس للصعاب من أجل إنقاذ الأمة الإسلامية ورسالتها فبهجومه هجم على كل إنحراف وببريق سيفه كشف كل حقيقة وبنهضته نبه كل غافل ونائم فكان صبره متحليا بالإباء لا بالخنوع وبالوعي والعزة لا بالإنزواء والخضوع المقصد الثالث بينت فيه نزول الأنبياء والملائكة عليهم السلام لزيارة سيد الشهداء وأأتي لكم بهذه الرواية عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ليس نبي إلا لاحظوا ليس نبي في السماوات إلا ويسألون الله تعالى أن يأذن لهم بزيارة الإمام الحسين روحي له الفدا ففوج ينزل وفوج يصعد هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الأنبياء روحي لهم الفدا لاحظوا أنه بعض الأحيان الإنسان بنفسه يقول أنا المذنب أنا المحتاج أنا عندي قضاء حوائج لكن الأنبياء روحي لهم الفدا سلام الله عليهم الأنبياء ماذا يريدون من سيد الشهداء إذن هناك أمر آخر هم اطلعون عليه زيارة الإمام الحسين بالنسبة إلى الملائكة أيضا ذكرنا عدة روايات لا نريد أن نطيل وبالمقصد الرابع دعاء الملائكة لزوار قبر سيد الشهداء هذا أيضا من الجميل ومن الأسباب أنه يأتي الإنسان لكي تدعو له الملائكة ويدعو له الأئمة الأطهار عليهم السلام رواية واحدة عن أبان بن تغلب يقول قال أبو عبد الله الإمام الصادق روحي له الفدا يقول أربعة آلاف ملك عند قبر الحسين شعث غبر يكونه إلى يوم القيامة رئيسهم ملك يقال له منصور فلا يزوره زائر إلا استقبلوه ولا يودعه مودع إلا شيعوه ولا يمرض إلا عادوه إذن ما هذه الجوائز التي من زار قبر سيد الشهداء يحصل عليها ولا يموت إلا صلوا على جنازته واستغفروا له بعد موته ما شاء الله في الخاتمة بينت وجمعت الأسباب المؤدية التي حثت على قبر زيارة سيد الشهداء روحي له الفدا بعدة نقاط نوجزها أولا منزلة الإمام الحسين روحي له الفدا الكبيرة والعظيمة كما تقدم في القرآن وفي السنة هذا هو أهم شيء باعتبار أن القرآن لا يأتيه الباطل لا من خلفه ولا من بين يده ومتفق على تواتره بالنص وكذلك السنة الشريفة هذا النقطة الأولى وأحاديث النبي واضحة وجلية الثاني قبول الإمام الحسين هذه المهمة التبليغية وبهذه النهضة العظيمة التي قام بها الثالثة صبر سيد الشهداء روحي له الفدا على هذه المهمة ومنزلته العالية النقطة الرابعة يعد سيد الشهداء روحي له الفدا حلقة الوصل بهذه السلسلة المباركة المؤيدة والمسددة من قبل الله تبارك وتعالى التي ابتدأت بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسوف تختتم بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف النقطة الخامسة تضحيته بنفسه روحي له الفدا وبأولاده وبعياله وجميع أصحابه الذين استشهدوا من أجل ذلك الهدف النبيل النقطة السادسة إيقاظ الأمة زيارة سيد الشهداء أيضا تجعل هذه النقطة والسبب إيقاظ الأمة بعد سباتها وخنوعها للظلم والفساد فقد أعاد سيد الشهداء روحي له الفدا للإسلام هيبته وعزته النقطة السابعة أعاد النصاب أيضا إلى أهله بأن بن هاشم هم سادة قريش وهم قادة الأمة وعدوهم ليس إلا دعاة وأبناء الطلقاء كد كيدك السيدة زينب روحي لها الفدا فإذن هذه كانت من ضمن المهمة النقطة الثامنة أن يوم عاشورا اهتز فيه عرش الله تعالى وبكت فيه السماء والحور والحيتان في البحر وكل شجر ومدر النقطة التاسعة زيارة سيد الشهداء روحي له الفدا من قبل الأنبياء والملائكة عليهم السلام أجمعين لهو خير دليل على ما لصاحب هذا القبر من منزله يرونها هم بزيارتهم له في كل ليلة جمعة أو ليلة قدر أو يوم عرفة وغيرها من الليالي المخصوصة ينزلون ويزورون سيد الشهداء النقطة العاشرة دعاء الإمام الحسين عليه السلام دعاء الأئمة ودعاء الملائكة للزوار لهو خير دافع ومشجع على زيارته روحي له الفدا النقطة الحادي عشر زيارته في عدة روايات ذكرناها في البحث تعدل حجة وعمرة وفي بعضها عشرة حجج وعمر وفي بعض الروايات أنها تطيل العمر وأنها كذلك تغفر الذنوب وبعضها أشارت إلى زيادة الرزق فإذن كلها هذه أسباب تحث من قبل الأئمة روحي لهم الفدا الإنسان المسلم الوالي المحب لسيد الشهداء بأن يقصده ويزوره والنقطة الثانية عشر والأخيرة هي زيارة سيد الشهداء روحي له الفدا على هذا المضمون وما تقدم هي تثبيت للدين وإحياء للشريعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلى على محمد وآل محمد شكرا جزيلا لجناب الشيخ سين مناخي على ورقته البحثية جزاك الله خير جزاك الله شكرا جزيلا